حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلي معه فقال علي به ما فأتي به ما ترعد فرائصه مقال ما منعكما أن تصلي معنا قال يا رسول الله قد كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإن هلاك منافلة قال أبي وربما قيل شيمين فلما قضى صلاته تحرف فيقول تحرف عن مكانه أثنى عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن جابري بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الفجر بمن أنفان حرف فرأ رجلين وراء الناس فدع به ما فجيء به ما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي مع الناس فقال قد كنا صلينا في الرحال قال فلا تفعل إذا صل أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإن هلاه نافلة حثنا بهز حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن جابري بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محجة الوداع قال فصل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أو الفجر قال ثم انحرف جالسا أو استقبل الناس بوجهه فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصلي مع الناس فقال أتوني بهذين الرجلين قال فأتي به ما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي مع الناس قال يا رسول الله إن قد كنا صلينا في الرحال قال فلا تفعل إذا صل أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة قال فقال أحدهما استغفر لي لي يا رسول الله فاستغفر له قال وانهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يومئذ في مسجد الخيف حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسن وشعبة وشريك عن يعلى بن عطاء عن جبري بن يزيد عن أبيه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فذكر الحديث قال قال شريك شريك في حديثه فقال أحدهم يا رسول الله استغفر لي قال غفر الله لك حدثنا أسود بن عامر وأبو النضري قال حدثنا شعبة قال أبو النضري عن يعلى بن عطاء وقال أسود أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائية عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فذكر الحديث قال ثم ثرى الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسكي حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابري بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنا وهو غلام شاب فلما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصلي فدع به ما فجيء به ما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمامة لم يصلي فصلي معه فهي لكم نافلة ترجمة نانسي قنقر